سلام عليكم. الاخبار يا جماعة. في ناس كتير بتيجي تقول لي يا احمد احنا لسه جايين الامارات او عايزين يجي الامارات. ازاي نلاقي شغل فيها? يعني ندور على ايه? او ندور ازاي عشان نلاقي شغل فيها? فالنهارة ان شاء الله انا جاي اقول لك تعمل ايه بالزبط? علشان تلاقي شغل في الامارات. يعني ايه هي الطرق والوسائل اللي من خلالها هتلاقي وظيفة هنا ان شاء الله. فده واعتبر فيديو مهم جدا لكل الناس طبعا. عشان من خلاله هتعرف ازاي يتقدم. يعني انت لما تيجي هتعرف ازاي يتقدم. وبرضو هتاخد فكرة لو انت لسه مجيتش هتعرف ازاي يتقدم برضو. وممكن كمان تقدم وانت في بلدك. يعني الموضوع واحد بازن الله. طبعا فيديو مهم جدا لكل الناس. بس ياريت في الاول طبعا اللايك بتاعك اللي بشجعنا وبنشور فيديو. وكمان ياريت فعل الجرس لو انت مهتم بكل فيديوات اللي بالنزلها. انت زرور. اول حاجة معنا يا جماعة وهي شركة التوظيف اللي قلنا عليها قبل كده في فيديو سابق والاهميتها وهي شركة وهي من اقوى شركات التوظيف في الامارات ومقرها دبي. دي اول شركة معنا. تاني شركة او تاني جهة هي بيت. بيت ده يا جماعة من اقوى المواقع الالكترونية اللي بتتعامل مع شركات كبرى. وانا عن نفسي انا اول ما جيت سافرت في الخليج اتوظفت من خلال الشركة دي. طبعا ما كانش في الاول بس اول ما قدمت معهم هما نفسهم اتوظفت الحمد لله في شركة كبيرة. بتقدم معاهم طبعا بترفع السيفي بتاعك على الموقع بتاعهم وهما بيتواصلوا معاك لما بيلاقوا الوظيفة المناسبة اللي مكتوبة في السيفي بتاعك. تالت حاجة موقع اسمه كابولو جروب. ده يا جماعة من المواقع المشهورة في دبي واللي بتوظف ناس كتير بس تكون مزبط السيفي بتاعك اهم حاجة. الشركة البعد كده شركة تاسك تي اي اس سي وهي من اكبر شركات توظيف في الامارات وتم انشاءها من خمستاشر سنة وعندهم اكتر من مجال مطلوب للتوظيف. ومن ذاتها جماعة انها ممكن توظفك حتى لو انت مش داخل الامارات. فدي ميزة جميلة جدا في الموقع ده او في الشركة دي. عندنا بعد كده شركة وهي طبعا لخدمات التوظيف. وتأسست في الامارات عام الفين وتلاتة. يعني شركة كبيرة وقديمة. عندنا بعد كده شركة وهي شركة بتوظف لجهات وشركات كبيرة ومتوسطة. فدي برضو شركة كويسة جدا لكل الناس. عندنا الحاجة اللي بعد كده الحاجة الشهيرة جدا والمعروفة عند معظم الناس. لينكد ان. لينكد ان يا جماعة للناس اللي ما ترافوش. هو من اقوى الاماكن اللي بتلاقي فيها شغل. بس كل المطلوب منك انك تزبط البروفايل بتاعك. بتحط فيه كل المعلومات بحيس ان انت اي حد يجي يبحث عن وظيفة او يبحث عنك او يدخل على البروفايل بتاعك. يشدوا الكلام المكتوب. هو بيكون شكله عامل زي الفيسبوك. بس المهمة بتاعته مش زي الفيسبوك خالص. الفيسبوك ده اللي هو بتاع اللعب يعني. فاهم? انما لينكد ان نفس الوجهة بس مختلف تماما في المعنى والمضمون. ده بيكون للشركات وللناس اللي بيدور على شغل او للشركات اللي بتدور على موظفين. بعد كده عندنا انديد. طبعا كل الناس عارفة انديد. لو تفتكروا فيديوهات الكندا اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. كنا بنقول لك لو انت عايز تدور على وظيفة من خلال انديد. انديد ده يا جماعة من اقوى المواقع اللي انا شفتها بصراحة والمشهورة. واللي بتكون فيها وظايف بحيس ان انت لما تيجي تدخل فيه وتبدأ تدور على اي وظيفة بتلاقيها ان شاء الله. فموقع مهم جدا انا برشاحه لكل الناس تدخل تسجل عليه وتدور على اي وظيفة في دبي او في اي دولة انت عايزها. عندنا بعد كده هي شركة توظيف طبعا سهل جدا انك تقدم معاهم وبالمجان. بعد كده عندك دوبيزل. دوبيزل طبعا معروف في كل العالم. بس في دبي او في الامارات هو موقع للتوظيف. من خلاله طبعا بتلاقي وظائف ممكن تبحث عن الوظيفة اللي انت عايزها. بعد كده عندنا بتقدر تسجل على الموقع ده وتحط بياناتك وممكن الشركات بقى تلاقيك او انت تقدم نفسك على الوظائف اللي بتلاقيها متاحة في الموقع. عندنا بعد كده بتقدر بقى تسجل معلوماتك على الموقع ده او انت تدور على الوظيفة المناسبة من اللي موجودين فيه. خلانا بقى ندخل ونجرب ازاي نقدم على شركة وطبعا زي ما انتم عارفين شركة دي يا جماعة مش اعلان والله بس انا زي ما قلتلكم قبل كده ان الشركة دي في ناس قدمت من خلالها انا اعرفهم وتوظفهم الحمد لله. فانا اجابها لك عشان ان شاء الله يكون لك نصيب وتتوظف من خلالها بازن الله. طبعا يا جماعة يفضل ان السفي بتاعكم يكون باللغة الانجليزية هو مش يفضل هو ده اكيد يعني تمام? واكيد يا جماعة برضو في حاجة تانية لما تيجي تعمل انترفيو اكيد برضو هيحتاجوك في البلد. يعني مسلا لما يحتاجوك في الانترفيو هيقول لك تعالي الامارات. فانت لنزق هنا عمي حسابك ان انت هتروح فيزا سياحة على الاقل. طبعا احنا كنا عملنا لكم اه فيديو عن طريقة السفر للامارات. عن طريق فيزا السياحة وازاي تقدم بنفسك من البيت بالموبايل او اللابتوب. برضو لو انت عايز الفيديو ده ممكن تكتبه في كومنتات وانا جابهولت برضو. طبعا هي دي الوجهة بتاعة الموقع. منتهى السهولة هتلاقي على الشمال يعني لو انت عايز تبدأ تقدم هتدخل على هندخل عليها. هيفتح معنا بقى الوجهة دي زي ما انتم شايفين. لو انت عايز تبحث عن وظيفة معينة بتكتب هنا الوظيفة وبتكتب هنا المكان او الدولة اللي انت عايزها. تمام? يبقى ده لو انت عايز تبحث بنفسك على وظيفة او دولة معينة. اوكي لاغت دلوقتي كده تمام? طيب هنزل بتحت هنا هنلاقي اول جوبز. اول جوبز هنا يا جماعة يعني كل الوظائف المتاحة في الموقع. زي ما انتم شايفين وظائف كتير. كل وظيفة هتلاقي فيها التفاصيل بتاعتها. مسلا هنا هتلاقي من سبعة لاتناشر سنة. والراتب حداشر الف تنمية اه درهم طبعا. وكل وظيفة على حسب بقى اه طلبات بتاعتهم. فبيديك الراتب على الاساس. يعني مسلا هنا عندك او الخبرة من اتنين لتلات سنين راتب خمس تلاف درهم. تمام? يعني كل وظيفة على حسب اللي هم عايزينها وبيديك الراتب على اساسها. وهنا زي ما تشايف برضو بيقولك دي عندك صفحات. دول ست وظائف من متين واربعين. آآ وظيفة. بندوس عليها كده. بيبدأ يجيب لك بقى كل الوظائف اللي موجودة في الموقع. وده موقع يا جماعة او شركة ممتازة جدا. يعني مش الحاجات المضروبة اللي تسمعوا عنها. او بالمناسبة يعني عشان اقول لكم على حاجة. في شركات تيجي تقولك ادفع لي فلوس. اي حد يقولك ادفع لي فلوس عشان اوظفك. اعرف ان ده انا الصب وش. يعني الحاجات دي معروفة جدا. اي حد بيقولك ادفع لي فلوس. اعرف ان هو نص صاب. لان شركات التوظيف دي ما بتاخدش منك انت فلوس اصلا. دي بتاخد من صاحب العمل فلوس. تمام? فدي نقطة حبيدة وضحها لك برضو. لان الاسب في ناس بيتضحك عليهم هنا. بيقول لهم مسلا ادفعوا لنا فلوس. عشان شغالك في اي شركة مسلا. وفي الاخر طبعا كل صون طيب. وهنا على الشمال هتلاقي بقى الفلتر بقى. لو انت عايز تبحث عن حاجات معينة. بتبدأ تختارها اللغة العربية. اه وظائف مسلا لمدة معينة. من غير اكسبرينس. اه راتب معين. ده الفلتر. انت بتختار الحاجات اللي تناسبك وبعد كده تعمل تمام? طيب. هنيجي نعمل ايه بقى? احنا دلوقتي لو دخلنا على هيقول لك سجل. اوكي? بس خلينا اقول لك الحاجة تانية برضو في الاول برضو كده عشان تبقى تعرفها. هنرجع الصفحة الاونية. احنا دلوقتي دورنا على وظيفة. طيب. في عندك حاجة تانية. ممكن انت متلاقيش الوظيفة بتاعتك موجودة في الموقع. هتعمل ايه? مش هتعمل حاجة? لا. هتعمل طبعا. انت قريد السي في بتاعك جاهز. اوكي? هتعمل هنا. ابلود يور سي في. لما بتعمل ابلود يور سي في بترفع السي في بتاعك على الموقع وبتخليه عندهم. لما بيحصلوا وظيفة معينة اللي انت موجودة في السي في بتاعك. بيتصلوا عليك وتواصلوا معاك. تمام? فدي حاجة مهمة جدا لازل تكون اعرفها. يعني عندك طريقتين لوجود او للبحث عن وظائف في الموقع ده. يا اما ترفع السي في بتاعك وتكون كاتب فيه بقى الطلبات بتاعتك. وزي ما قلت لك دي فايدة بقى ان انت تقسم كزا سي في. يعني بتحط لهم سي في الوظيفة بس اللي انت عايز تشغالها. مش تحط لهم اه مسلا عندي خبرة في كزا. وعندي خبرة اه مليمين. وعندي خبرة في الشمال. انت كده هتشتته مش هيكونوا عارفين يجيبوا لك اي وظيفة. فانت حط اعمل مثلا اعمل بروفايل باسم او ايميل معين واعمل بروفايل تاني سجل بروفايل تاني بايميل تاني وارفع هنا سي في وارفع هنا سي في. اكنك شخصين يعني. تمام? طيب. لو احنا جينا نقدم مسلا على وظيفة. خلالها نختار هنا مسلا. لو دخلنا عليها. زي ما شايفين دلوقتي هتلاقي التفاصيل. هنا المسمى الوظيفة بقى المطلوب والمسئوليات. على يمين هنا اه مطلوب الخبرة كزا. اه الاجازات اه عدد ساعات الدوام. المرتب. وهنا التفاصيل بتاعة الوظيفة. مطلوب كزا كزا كزا. طيب. لو احنا جينا نعمل تقدم الوظيفة. طبعا احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. هيجي يقول لك اي بقى? هيجي يقول لك تسجل الدخول. وده حاجة اكيدة بتحصل في اي موقع. تلازم تسجل الدخول في الموقع عشان يعتبر ده البروفايل بتاعك. اوكي? يعني ما تقلقوش من اي حاجة. طبعا هنا لو انت قريدي عايز بقى تبدأ تدخل عشان تسجل هتعمل هنا يا جماعة. شايفينها? تدخل عليها عشان تسجل من الاول وجديد. خلا نسجل مع بعض وندخل بنفسنا. طيب بتعبي بياناتك ازاي بقى? بتدخل على الاسم الاول وتكتبه. والاسم الاخير وتكتبه. وبعدين تكتب الايميل. بعدين بتحط رقم التليفون بتاعك. وبيوصل لك طبعا الاوتي بي. اللي هو رمز التحقق. طبعا ده ما تدوش لاي حد. لان زي ما انتوا عارفين بيحصل حاجات نصب كتير موضوع الاوتي بي ده دلوقتي. بعد كده بتعمل اي ام نوت وتعمل انت كده بتكون سجلت في الموقع. واول ما تيجي تدخل على اي وظيفة وتعمل تقديم عليها. بتدخل على طول وتقدم معاهم. الموضوع سهل جدا ما فيوش اي حاجة صعبة خلص يا جماعة. لو انت عندك مرضو اي سبصار ممكن تكتبولي في الكومنتات. وانا هرد عليك اعطوه ان شاء الله. وطبعا هسيب لك الموقع معجوبة في صندوق الاصف. بس دي كده كل حاجة على فرصة بتاع النهاردة. يا رب ان شاء الله نصر لفلسطين. وان شاء الله لو عندك اي سبصار اكتبولي في الكومنتات. ياريت بقى اللايك بتاعك اللي بشجعنا وبينشير الفيديو. وكمال لو انت مهتم بكل الفيديوهات اللي حابت نزلها في القناة. طبعا لو فعلت الجرس هيوصل لك الاشعارات او البول. السلام عليكم.